بسم الله الرحمن الرحيم نهاردة هنتكلم عن الجين او التعبير الجيني This process occurs in two steps يعني هذه العملية تحدث في خطوطين The first step which is called اللي هي بسموها Transcription او نسخ الديني The second step اللي هو Translation What is the meaning of Transcription ايه هو معنى Transcription Transcription معنى ان الديني give a mRNA لما الديني ديك mRNA العملية يتسموها Transcription نسخت الديني نسخت جزء من الديني If you have a definite portion If you have a definite portion of the ديني So this is called Transcription يعني لو انا عندي جزء محدد من الديني ليه بداية وليه نهاية جزء محدد على الديني وعملت له نسخ يبقى انا بعمل ايه نسخ لكل ديني ايه ولا الجزء من الديني ايه طبعا بعمل نسخ الجزء من الديني ايه اللي دايما على طول بنسميه جين بعمل نسخ الايه للجين ومنسخ الجين في الحالة دي يديني message ملي سيل المسج يعني الرسالة ملي شيلها المرن ايه اللي هو المرن ايه الرسول يبقى الترانسكريبشن عبارة عن تحويل ديني ايه لمرن ايه طبعا لو قلتلك ان الديني ايه لما يدي لك ديني ايه يبقى انا بتكلم على ترانسكريبشن ولا عملية اسمها ديني ايه ريبليكيشن يبقى الديني ايه ريبليكيشن مختلف تماما عن الديني ايه ترانسكريبشن في حالة الريبليكيشن انا بضعف كل ديني ايه كل شريط الديني من اول وكده الاخر والتولي ستراندس الشريطين زي ما قلنا بلكده يبقى الوقت انا عندي بحاول ديني ايه لديني ايه تاني يبقى انا بضعف كمية ديني ايه يبقى دا اسمه ريبليكيشن لكن اما اقولك انا بعمل نسخ الجزء المحدد من الدين ايه يبقى اللي دي عمل ايه على طول بسموها Transcription بحاول الدين ايه لمرن ايه طيب الخطوة التانية عشان يحصل بقى التعبير الجيني انا عبر عن الجين ده وعبر عن نفسه يعبر عن نفسه يعني ايدي بوريتين يبقى Translation اللي عملت الترجمة ان انا حاول الشفرة اللي كانت موجودة في المرن ايه احاولها الى بوريتين احاولها الى ايه الى بوريتين يبقى ده معنى الجين اكسبريشن عبر عن two steps number one Transcription number two Translation نكلم على الدين ايه كود شفرة الدين ايه شفرة الوراسي طيب the nitrogen basis in the DNA عندنا قواعد نيتروجينية موجودة في الدين ايه عارفنا كلنا اللي هم الA والT والC and G this night basis اللي هي القواعد الموجودة دي make up زينا genetic alphabet يعني هزي القواعد اللي قدامك دي بتعمل لغة بسموها الابجدية الجينية alphabet يعني الابجدية الجينية يعني احنا عندنا الابجدية العربية عبر عن 28 حرف بتكونوا اللغة العربية نفس الكلام فيه لغة اسمها اللغة الجينية الليها حروف اسمها ايه هي الحروف اللي عبر عن القواعد اللي هم الA والT والC and G طيب يبقى انا الوقتة عند لغة واللغة الليها حروف الحروف دي مع بعضها تديك ايه تديك يونيت اللي هي بسموها يعني ممكن تقول عليها ايه بنا وبنا كده اسمها الورد كلمة يعني اللغة عبر عن حروف الحروف بتكون كلمات نفس الكلام بالضبط genetic alphabet اللغة الجينية او اللي هي الابجدية الجينية اربع حروف بس مش 28 زي اللغة العربية طيب بتديك ايه بتديك يونيتس او ووردس كلمات each unit of the genetic code كل كلمة او كل واحدة من الجينيتك كود من الشفرة الجينية اللي عندك عبر عن sequence تعاقب sequence of ايش of three successive basis من قواعد اه متعاقبة وربع ضع عددها ثلاثة ماينفعش يبقى واحد ولا اثنين ولا اربع لازم تبقى ثري يبقى الشفرة الوراثية عرفنا نيتروجين بيزس ايه والتي والسي و جي بتديك الجينيتك الفا بيتيك ات يونيت اوزا جينيتك الفا بيتيك دي تديك اللي هو sequence of three successive basis ودي بسموها اليونيت بسموها اليونيت طيب الجين عنده احنا بنكلم عن التعبير الجين وقلنا نحن نعمل نسخ الجين طب ايه هو الجين بقى الجين عبارة عن sequence of DNA عبارة عن تعاقب من ال DNA قلت لك جزء محدد ليه start و ليه end جزء محدد كده ليه بداية و ليه نهاية فالجزء المحدد ده ليه تعاقب بطريقة معينة يعني فيه ترتيب محدد من القواعد موجودة في ال DNA ترتيب القواعد في ال DNA ده مختلف عن ال DNA الثاني هو بالتالي يبقى الجين ده مختلف عن الجين ده يبقى الجين عبارة عن ايه يجينا عبارة عن sequence of DNA طيب each gene codes بيتشفر for a protein يعني بيديك بروتين معين DNA contain triplet code زي ما قلت لك ما انفعش تبقى واحد او اتنين او اربعة لازم تكون الشفرة عبارة عن three successive basis يعني ثلاث قواعد نتروجينية او three successive nucleotides وبنوعا عليها هيبقى برضو في ال mRNA هيبقى عندك في ال mRNA هيبقى عندك برضو triplet codon وهيبقى عندك في tRNA triplet anti codon كله عبارة عن ايه three basis ليه هم three basis لان ال DNA كان عبارة عن triplet يبقى ال mRNA triplet يبقى tRNA برضو triplet the genetic code is universal used by all organisms يعني ايه يعني الشفرة الوراسية استخدام استخدام عام وكل الكائنات يعني لو قلت لك ان عندك فيه شفرة محددة لجين بيطلع الانسولين انا لو خدت الشفرة بتاعت الجين ده وحطوته في البكتيريا البكتيريا ريه لما يجي الجين يعبر عن نفسه برضو تديك انسولين يبقى استخدام الج الكود universal يعني عام في كل الكائنات ليه؟ لانا عبارة عن قواعد نيتروجينية وهي موجودة هنا في الكائنات سواء كان بقى high higher أو lower organism يعني سواء كانت كائنات متقدمة أو غير متقدمة يبقى ده الجين اللي قلت عليه عبارة عن ايه الجين الجزء ده ليه start وجزء ده ليه end بجزء محدد اذا كان هو definite portion يعني جزء محدد اطلق عليه الجين والجين هنأتكلم بعد كده عبارة عن exons وهي الانترون 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 ده اللي هو بسموه الانكودينج بورشن يعني جزء اللي هو have information اللي هو فيه المعلومات طب و الجزء التاني اللي هو الانترون اللي هو نانكودينج اللي هو جزء اللي لا يحمل ايه شفرة وراثية ولا كفيدته ايه ان شاء الله طيب ليه قلنا الشفرة عبارة عن 3 successive nucleotide او 3 successive basis ليه مش اكتر من كده او قال من كده طيب why 3 successive nucleotide the code for 1 amino acid ليه كل شفرة موجودة بتديك amino acid واحد ولازم تكون عبارة عن 3 قواعد او 3 nucleotide هناخد احتمال الاولاني if one base code for an amino acid لو انا عندي احنا عندنا كم مقاعدة احنا عندنا four bases قلنا عليهم لو احنا افترضنا اننا عندنا ايه القاعدة كل قاعدة من الاربعة دول هتتشفر عشان تديك amino acid واحد يبقى هيديك كم amino acid موجود الاربعة هيديه اربعة الـ A تدي amino acid والـ T تدي amino acid والـ C تدي amino acid والـ G تدي amino acid يبقى انا فعلا عندي اربعة amino acid طب how many numbers of amino acid in the cell انت عندك كم amino acid في الخلية عندك اربعة amino acid بس ولا احنا قلنا كم احنا قلنا عندنا عشرين amino acid في السل يبقى العدد ده يغطى عدد amino acid موجود في الخلية ما يغطيش يبقى احتمال ايه احتمال خاطئ طيب هنفترض ان two bases codes for an amino acid هنفترض خلاص ان الشفرة عبارة عن قاعدتين بس يعني four an amino acid يبقى four power two يعني اربعة اثنين بالنوكليتيدات يديك اربعة اثنين اربعة اربعة تديك 17 amino acid هل اعترها لما الشفرة بقيت قاعدتين double it single double it بقت مزدوجة العدد ال amino acid الناتج ده كفة او غطة العشرين amino acid الموجودين مغطاش يبقى برضو ده احتمال ايه لسه احتمال خاطئ طيب افو هافا three basis codes for an amino acid لو عندك بقى الشفرة بتاعتك عبارة عن ثلاث قواعد كل قاعدة من دول هيبقى عندك اربعة وستلاتة من النوكليتيدات او البيزيس يقوم يديك 64 amino acid يبقى العدد الاحتمالات ده غطى الاحماض الامنية الموجودة في الخلية او لا ده 64 يعني اكتر حتى من ال a من العشرين امين واسده وبالتالي الشفرة لازم تكون triplet code ماينفعش تبقى doublet ولا singlet الشكل اللي بتضعلك ده عبارة عن dna وdna عبارة عن genes مختلفة تعاقب مختلف تعاقب مختلف تعاقب مختلف من sequence ومن dna الجين الاولاني ده مفروض جدلا نحن نعمل له عملية transcription transcription يعني نقول لها ننسخ جزء محدد يبقى نترى مش هنسخ كل dna ده يبقى ده اسمه transcription هنسخ جزء محدد ودايما على طول في dna transcription لازم نأخذ 3' 5' نأخذ الوعي الشريط احنا عندنا 3' 5' 5' 3' نبدأ بايه في transcription بنستخدم دايما template بتاعك اللي هو الاساسي اللي هتبني منه dna mRNA دايما 5' 3' عشان كده دايما mRNA بيبدأ من 5' 3' i احنا اتفقنا خلاص dna triplet code dna triplet code dna triplet code dna triplet code يعني شوف رأس الاسية يبقى ديك التعمل اللي هعملي transcription triplet code الاولانية هتديك code رقم واحد في mRNA triplet code التانية هتدي برضو code الكود number 2 الكود number 3 تدي كود number 3 and so on يبقى عن دلوقتي الكود dna code حصل ها transcription يدتك في mRNA كود اتش كود من ذيس transic ليتد تتركم تديك اي amino acid يبقى الكود number 1 amino acid كود number 2 amino acid كود number 3 amino acid كود number 4 amino acid and this amino acid joined together by peptide bonded of 4 100 بوريتين يبقى عندك الوقت يجي نكسيبريشن بارا عن transscription dna عشان يديك mRNA شفرة والmRNA إذا يحصل translated translation يديك البوريتين now i have 64 different possible combination يبقى احنا قلنا الوقت لما تاخد من الاربعة تاخد كل مرة ثلاثة يبقى عندك احتمال عندي 64 احتمال الاربعة وستين دول جائن من من الاربع قواعد الموجودة لما تاخد كل مرة ثلاثة بس one code is called start code او start code واحدة منهم ما start code البداية بتاعتها that begins is the production of a protein chain اول ما يتوصل ال start code ده في ال ribosome تبدأ على طول هي دايما على طول بتبقى AUG AUG دي start code دايما على طول اول ما توصل ال ribosome تبدأ عملية تكوين ال protein او تبقى عملية translation يعني there are three stop codons عندنا فيه ثلاثة codons بسمهم stop code في DNA او stop codons طبعا في ال mRNA فايدتها ايه specify the end of a protein chain هي اللي بتحدد النده نهاية السلسلة ال ال البروتين اللي بتتكون طيب يبقى اهو معنى الكودون الكودون ده عبارة عن group of three nucleotides acting as a code word هي كلمة الشفرة of for an amino acid يبقى عندك ده mRNA ده اللي هو الميسج عبارة عن كودون 1 كودون 2 3 and so عبارة عن triplet احنا خلاص اتفقنا ليه triplet شان نتغطي عدد الاحماد الامنية ايهو الكودون بقى الكودون عبارة عن group of three nucleotides acting as a code word for an amino acid هي عبارة عن ثلاث قواعد نيتروجينية او ثلاث نوكلتيدات هي اللي بتتشفر عشان تديك amino acid some amino acid have one كودون يعني في بعض الامino acid ده ملوش غير one كودون بس زي AUG مثلا ريال start كودون تدي AD المثيوني خلاص هو ما بيجيش غير من الكودون ده but others amino acids have more than one كودون have more than one كودون طيب what is the كودون كودون some كودون of amino acid have كودون some amino acid have one كودون يعني بعض الاحماض الامنية بتيجي بس من الامين acid لها amino acid يجي من كودون واحد زي مثلا زي ما بقول AUG ده لي start كودون دايما على طول تديك المثيونين المثيونين ده ما يجيش غير منين من نفس ال كودون دي يبقى فعلا في بعض الاحماض الامنية لها كودون واحد but أظهر از amino acid have more than كودون أكتر من طيب لا أقول لك إن ده AGU ده كودون معين موجود على mRNA يبقى لي أنت كودون موجود في tRNA اللي يعمل translated وديك amino acid يبقى each كودون has amino acid عندك تاني قالت تاني اللي هو الكودون التاني uac هيديك tyrosine ده another amino acid طيب نبص على الجدول ده الجدول ده يوضح لك الشفرة الوراسية عبارة عن first letter هذا first letter هو اللي هو البيس الأولاني u c a g وال second base اللي هو u c a g نفس الترتيب وال third letter نحطوهم كلهم مع الحروف كلها المكتملة يبقى u c a g طيب u u u يديك الاحتمال الأولاني يبقى عندك triplet كودون اللي تديك الفنايل الانين طيب عندك تاني u u c برضو تديك الفنايل الانين يبقى أنا فعلا عندي two كودون بيدوك نفس الامين أسد طيب شوف اللي سترت كودون اللي تحت ديلي هي a u g دايما بتديك a amino acid هو الميثيونين ما يشغل منها طيب في عندنا كمان سري ستوب كودون قلنا عليهم اللي هي u a a ou u a g ou u g a بيسموهم دول ال ستوب كودون اعمل تبديل وتبديل مع بعضها مش محتاج انك تحفظها بس ترتب الحروف بالطريقة دي هتقدر تجيب كل ال 64 احتمال كل واحد منهم بيدي amino acid يغطي عدد amino acid اللي هم موجودين في خلية اللي هم العشرين amino acid السلام عليكم ورحمة الله وبركاته